من جانبه اشهد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العصومي بالمبادرات التي اطلقها رئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف الى تعزيز قيم التعايش والحوار بين المجتمعات وفي هذا الاطار شدد العصومي على ضرورة دعم المؤسسات والمجتمع المدني لرجال الدين في مهمة نشر قيم التسامح والتعايش اشهد المبادرات الخلاقة التي يرعاها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن نشر ثقافة التعايش المشترك واحترام الآخر كما اسمن رعاية فخامته لهذا المؤتمر الذي جاء تلبية للدعوة التي اطلقها وتبناها من اجل سياقة عمل جماعي وعلى المستوى الاقليمي والدولي للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف ونشر قيم التسامح والحوار ترجمة نانسي قنقر